اعرف دينك بعد صلاة الظهر بذكائك صاح شاب أن أحدا قد أساو القطار اجتمع كل من كان قريبا من الحادث فالتفوا حول الفتى وهو في العشرين من عمره شق القطار جسده إلى نصفين طار النصف الأيصر من شدة استضامه بالقطار ولكنه لا زال حيا سبحان الحي القيوم نصف الجسد يرتجف بشدة يرون قلبه نابد في صدره يرون رئتيه تتنفس ليزال الشاب حيا واقترب أحدهم منه وحمل رأسه على يديه همس في أذنيه فقال كن لا إله إلا الله كن لا إله إلا الله اهتز جسده أكثر الفتى يكشعر وينطفد ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سكن الجسد وسكنت الروح وفادت الروح إلى بارئها مات الفتى مات على الشهادة حملوه إلى مقهى مجاول للمزلقان المزلقان الأطر بحسوا في ملابسه عما يضل على أسراته أو يرشد لمسكنه أمسك أحدهم بيده اليمنى ثم صاح يا الله إنه نصراني في يده الصليب حمله الجميع وذهبوا به في حيرة من أمرهم أن نتركه وقد مات على التوحيد أن نتركه لأهله ويدفن في مقابر النصارى حملوه جميعا في صوت وبكاء في صمت وبكاء استقبلهم والده في أول الطريق الأب في أول طريق القرية استقبله إذ أن الفتى كان من قرية مجاورة للتي مات فيها مات بقرب المسجد كلهم مسلمون ولما رأاهم والده تقطع رأسه باكيا وقال ستعجبون مما سأذكره إني أحدثكم في خجل لقد كان ولدي يعشق سماع القرآن كنت أدخل غرفته فأجده دائما يضع سماعات الهاتف في ذنيه فأسأله ماذا تسمع فيجيب أسمع أغاني يا أبي فاقتربت منه ووضعت السماعات لأكتشف أنه يسمع القرآن كنت أنهى وأتجنه وأعنفه كنت له لو لم تنته سأقتلك قال لن تستطيع يا أبي لن تستطيع قتلي ولن تستطيع منعي وأبعادي عن القرآن نظر الحضور لبعضهم في فرحة خالته أو خالتها البكاء قالوا الأب المكلوم ابنك ابنك ولدك فلذة كبدك فلذة كبدك وكبدك مات على التوحيد نطق بالشهادتين ثم مات نطق الشهادتين وبنصف جسده الأب المكلوم الذي مات ولد على الشهادتين قال وأنا أشهد بما شهد به ولدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كانت ليلة العرس والزفاف كانت ليلة عرس وزفاف ولم تكن جنازة الرجل ولم تكن جنازة الرجال يهللون موحدين لله عز وجل بل ودفن الفتى في مقابر المسلمين الله 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 فما أجمل أن يموت أحدنا على الإسلام اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وبعثنا على لا إله إلا الله بحبكم في الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر